بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم متتبعات ومتتبعي أكاديمية أمروش للرياضيات في الدرس رقم 18 من سلسلة دروس الحساب الدهني بالسروبان وصلنا إلى ضرب عدد مكون من أربعة أرقام في عدد مكون من رقم واحد ضرب عدد مكون من أربعة أرقام في عدد مكون من رقم واحد تريد أيها التنميد سرعة التخيل تريد دقة الملاحظة تريد قوة التركيز تريد الثقة في النفس تريد السرعة في الفهم تريد السرعة في الفهم والاستيعاب تريد السرعة في التذكر تريد الطلاق الحسابية عليك إذن بالحساب الذهني بصفة عامة وباستعمال الصربان بصفة خاصة تذكير لابد أن نذكر بتمثيل أرقام من 0 إلى 9 على الصربان إذن هذا هو الصربان هذا العمود فارغ يمثل لرقم 0 هنا هذا العمود يمثل لرقم 2 هناك قرصان أسفل العمود الأفقي الملون بالأخضر هنا رقم 4 هنا كما تعلمون سابقا رقم 6 هنا 5, 6, 7, 8 هنا 5, 6, 7, 8, 9 هذا العمود يمثل رقم 3 وهذا العمود يمثل رقم 1 وهذا العمود يمثل رقم 5 وفي الأخير هذا العمود يمثل رقم 7 في هذه الحصة حصة رقم 18 سننجز ثلاث أمثلة المثال الأول 6512 مضروب في العدد 6 المثال الثاني 7249 مضروب في العدد 8 والمثال الثالث جداء العددين 2835 والعدد 5 إذن ننطلق مع المثال رقم 1 المثال الأول إذن مع العملية التي سننجزها باستعمال الصربان العملية هي كالتالي 6512 مضروب في العدد 6 تساوي إذن لنبدأ ب 6 مضروب في العدد 2 6 مضروب في 2 تساوي 12 إذن 2 في الوحدات و 1 في العشرات لاحظوا 2 في الوحدات و 1 في العشرات 6 مضروب في 1 أو 6 مضروب في 1 10 تساوي 6 عشرات إذن سنكتب 6 عشرات في هذا العمود إذن هنا 6 عشرات بمعنى 60 الآن 6 في 5 هنا 500 إذن 6 في 500 تعطينا 300 بمعنى 3000 300 300 هي 3 و 3 أصفر هي 3000 إذن كيف نكتبه في الصربان 3000 هنا الصفر الأول صفر الثاني صفر الثالث ثم في هذا العمود نكتب 3 لاحظوا 3000 6 في 5 500 تساوي 3000 ثم بعد ذلك 6 في 6 6 في 6000 هنا 6000 إذن 6 في 6 36 36 ألف إذن نكتب 36 ألف ألف بمعنى 3 أصفر 1 2 3 36 إذن نكتب 6 انطلاقا من هذا العمود لاحظوا 36 وهكذا نصل إلى النتيجة النهائية التي هي 2 لاحظوا 2 هنا 5 6 7 إذن هنا 7 هنا 0 هكذا 0 هنا 5 6 7 8 9 وأخيرا 3 ثم نحصل على النتيجة التالية 6512 مضروف في العدد 6 يساوي 39 072 بالنسبة للمستوية الدنيا أول ثاني ما زال ما تنظروش تخدموش بالألاف فممكن أو يمكن قراءة هذا العدد انطلاقا من اليسار باستعمال الأرقام فقط ونقرأه 3 9 0 7 2 ننتقل إلى المثال الثاني عملية المثال الثاني هي كالتالي 7249 مضروف في العدد 8 إذن بنفس الطريقة لنبدأ 8 في 9 تساوي 72 نكتب 2 وحدات لاحظوا و 17 72 8 في 4 أو 8 في 14 لاحظوا ننتبه السهم 8 في 14 يساوي 32 عشرة عندما نقل 32 عشرة بمن 320 إذن نكتب صفر هنا و 2 هنا في هذا العمود و 30 في هذا العمود إذن 8 في 14 هي 32 عشرة 8 في 200 تساوي 16 100 16 100 إذن 100 تمثل لي صفرين صفر صفر 16 إذن نكتب 6 في هذا العمود و 1 في هذا العمود إذن 6 لاحظوا 5 6 هو 1 هنا 16 100 5 هو 1 6 16 100 8 في 7 56 هنا 7 7 7 ألاف إذن 8 في 7 تساوي 56 ألف 56 ألف عندما نتكلم عن الألف بمعنى 3 أصفر إذن 1 صفر ثاني ثالث إذن نكتب 6 هنا و 5 هنا 56 طاحض 5 و 6 ثم بعد ذلك 5 لنصل إلى النتيجة النهائية إذن النتيجة النهائية نكتب في الوحدات 2 لاحظوا في العشرات 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 و في العدد أو الرقم الموالي 5 6 7 آلاف ثم 5 تمثل 10 آلاف بمعنى النتيجة النهائية 7249 مضروب في العدد الثمانية تساوي 57 992 90 المثال الثالث عملية المثال الثالث هي كالتالي 2835 مضروب في العدد 5 بنفس الطريقة نتبع السهم الأحمر 5 مضروب في 5 25 إذن 5 وحدات 12 لاحظوا 5 وحدات 12 5 في 3 10 بمعنى 35 تساوي 15 10 إذن 15 10 نكتب 5 في العمود الثاني و1 في العمود الثالث هي 15 10 10 بمعنى 150 5 خمسة في 8 800 هي 40 100 400 بمعنى 4000 إذن نكتب الصفر هنا الصفر الثاني الصفر الثالث و4 في العمود الرابع 5 في 8 40 5 في 800 هي 40 100 وأخيرا 5 في 2 هنا 2000 1000 تساوي 10 1000 10 1000 إذا أردنا أن نكتبها تكتب على شكل 1 وعلى يمين 1 4 أصفار إذن هنا الصفر الأول صفر الثاني صفر الثالث صفر الرابع وهنا في هذا العمود نكتب 1 فتكون النتيجة 5 وحدات لاحظوا 7 نكتب هنا 7 1 100 1 100 4 4000 لاحظوا ثم 11000 فتكون النتيجة 2835 مضروب في العدد 5 يساوي 14175 وأكد نكون قد انتهينا من الحصة من الحصة رقم 18 التي خصصناها لضرب عدد مكون من أربعة أرقام في عدد مكون من رقم واحد شكرا عن انتباهكم إذن وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى شكرا لكم من أربعة أربعة أربع أرقام أربعة 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 أربع أشخصناع وشكرا عنها قد انتباهكم كنت تروني من حصة رقم الفكر